وتتعزز الضغوط الدولية والإعلامية على جزاف فلاتر الذي ما زال مرشحا لترأس الفيفا لولاية خامسة الاتحاد الأوروبي طالب بتأجيج الانتخابات الرئيس بينما تشبث الاتحادان الأسوي والإفريقي بموعد التصويت وتسببت القضية بتوتر روسي أمريكي إذ اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الولايات المتحدة بتدخل خارج نطاق ولايتها القضائية بسبب اعتقال مسؤولين من الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتبر بوتين أنها محاولة صريحة لمنع إعادة انتخاب سيب بلاتر